مودس تمشي من الاهلي خلاص على أعتاب الضحيل هيمشي آخر ستة المفروض وفقا للعقد كلاعيب أجنبي 36 ولكن دايما النادي الاهلي في حتة الأجانب بيبقى لنهاية الموسم فاحنا عندنا الموسم بقاله كذا سنة بينتهي في شعب 8 أو شعب 9 خلاص فوفقا للمعلومة لقتي إن مودس لحد الوقت هو موجود جاله حاجة جاله حاجة وده الله أعلم بقى ده حيحصل على جاله حاجة لقاله حيقوله تمام يعني تفضل ما جالهش اللعيب منكمل في النادي الاهلي لحد نهاية الموسم وهو متقبل ده؟ هو ما عندهش لأنه هو ما عندهش حاجة هو ما فيش عوضه وصلت ماشي ما هو أي يقولك طب بيديني مقابل شهرين زيادة ما ده بقى ده على حسب بقى الاتفاق اللي حيتم بينه بالمسؤول النادي الاهلي والمعلومة اللي عندي كمان إن الوكيل بتاع مولست استفصل من مسؤول الاهلي موقف مولستي بس في الكلام اللي قد يقول غمضة بالنسبة للمولست لكن هو كده كده ماشي نهاية الموسم الموسم بقى يخلص إمتى 30 ستة بالنسبة للمولست أو يكمل على حسب لأن لو تفتكر السنة اللي فاتت حمد فتح يمشي قبل نهاية الموسم بالنسبة لها خلاص ونفس القصة أي لعيب محتفف حيجيره عرض حيمش لأن فيه فاطفة إعداد موجودة ليس بس كده ولو لعيب مصري بالضبط مثلا محمد عميني مثلا جاله عرض في أوروبا حيمشي حيمشي طبان هيفقك تلسين ستة عديدة حيمشي طبان لأن وفقا للأعقاد أنت موسم خلص بلده سابك حاجة له عرض بالضبط بجب أن أقول على سبيل المثال يعني فإحنا بنتكلم على قصة موديست موديست مفيش حاجة غير نتيو وصلت وبالنسبة له كسن يعني اللعيب بيفنش بالنسبة للمشوافر يعني فالدنيا ماشي بالنسبة للموديست إنه مكمل آه